اشتركوا في القناة احفراد رئيس مجلس امانة العاصبة واكد وكيل شؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة اكد المضي في تنفيذ المشاريع الخدمية والتطويرية ومن ضمنها مشاريع تطوير الحدائق والمتنزهات بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين ويدعم تنفيذ اهداف التنمية المستدامة مشيرا الى ان تطوير حديقة المعامير هي نتاج التعاون بين القطاعين العام والخاص حيث ان اعمال التطوير التي طالت الحديقة بدعم كامل من شركة تكرير نفط البحرين بابكو تبلغ مساحتها نحو 2200 متر مربع لخدمة اهالي العاصمة تم افتتاح اليوم حديقة المعامير حديقة جميلة تتوسط المنطقة السكنية تعتبر اضافة الى الخدمات المقدمة لقرية المعامير طبعا تم تنفيذ هذه الحديقة وتطويرها بالشراكة مع شركة بابكو مشكورين حقيقة شركة بابكو لها شراكة مجتمعية كثيرة معانا في البلديات هذا احد المشاريع المهمة ان نشوفها اليوم في قرية المعامير ومثل ما تشوفون مكونات الحديقة مكونات اساسية وتفي بجميع الفئات العمرية الى اهالي المنطقة شي جميل جدا وطبعا نحنا نشكر شركة بابكو للمساعدة والدعم اللي قدمته لعادة تهيل هذه الحديقة ونحن مسرورون جدا بهذا العمل الجميل ونتمنى من الاهالي هذه المنطقة الاستفادة من الحديقة هذه الجميلة وكذلك نطلب منهم المحافظة عليها نحن سعداء اليوم في حفل افتتاح حديقة المعامير بعد تجديدها وجاء ذلك بالتعاون مع الاخوان في شركة بابكو وهذا يعتبر بناء على علاقتنا القائمة معهم عندنا عدة مواقع يتم تطويرها بالتعاون مع الاخوان في شركة بابكو للتكرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر